سيدة متزوجة وأم لثلاثة أطفال أعطت الثقة لزوجها وأعطته كل أموالها التي ورثتها بعد وفاة أبيها ليقوم بتمويل مشروعه بعد أن وعدها برد المبلغ إليها عند نجاح المشروع لم تكتفي الزوجة بذلك بل كتبت له أيضا بيتها باسمه ليقدمه رهن البنوك إذا محتاج إليه ولكن الزوج غدر بها واستولى على بيتها ومالها ثم طلقها عانت الزوجة معاناة شديدة كادت أن تقضي عليها ولكن أخاها التقي وقف معها في محنتها فأعطاها من ماله الوفير ما عوضها وأراح بالها كما سلمها بيتا أجمل من بيتها وأكبر مساحة وأحسن موقع أقام بتأثيثه كأبدع ما يكون مع سائق وخادمة وسيارة كبيرة فعادت إليها بسمتها ودعت لأخيها بالستر ودوام العافية وبعد أعوام عانى شقيقها كثيرا من فشل كلوي ولم يخبر أحدا بمعاناته وعندما علمت شقيقته تقدمت بلا تردد وفي سعادة كبيرة أهدته كليتها ومن بعدها تعاف الشقيق وتخلص من معاناة نازمته أربع سنوات كادت أن تقضي عليه فشكرها وقال لها ما حدث منك أكبر بكثير مما قدمته لك لقد جئت بقطعة غالية من جسدك لتكون كطوق نجاة لي من مرض قاتل فقالت أخته لقد سبقت بالإحسان والله تعالى يقول في قرآنه الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون